الدكتور مصطفى بن حمزة ممنوع من التصريح في التلفزة بسبب مدونة الأسراء قال الشيخ الدكتور مصطفى بن حمزة في لقائه المصور مع الصحفي حميد المهداوي المنشور على قناة هذا الأخير إنه ممنوع من الاستدعاء للتلفزة بسبب مدونة الأسراء ولا تنازل عن شرع الله في تعديلات المدونة رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق والمجلس العلمي المحلي لوجده قال في اللقاء إنه موجود في الساحة ذوما وأن هناك من يتواصون بعدم استدعائه وطلب تصريحاته مؤكدا أن ليست هناك وسيلة إعلامية رسمية استدعته في هذا النقاش مشيرا إلى استدعاء من هم أبعد عن الحديث في هذا الأمر وغيغرق البلاد لأنه كين بعض الأشياء ستورط البلد مواقف الدكتور بن حمزة في الدفاع عن شرع الله وأحكامه ومهاجمة المطالب العلمانية الداعية إلى التخلي عن الشرع الإسلامية كمصدر للتشريع في قوانين المدونة معروفة ومشهورة وتعليقا على عدم استدعاء الدكتور بن حمزة للمشاركة في النقاش الوطني كتب الأستاذ رضوان نافع إعلام رسمي فاسد يتحكم فيه الفاسدون من الحداتيين وكاره شريعة رب العالمين لا يمثل هذا الشعب المسلم الذي يمول هذا الإعلام عنوة عن طريق الاقتطاعات الإجبارية ثم تسأل عدو رابطة علماء المغرب العربي في منشور الله على حسابه فيسبوك كيف يحرم من هذا الإعلام علماء البلد وكيف ينادون بالحوار الاجتماعي ويستثنون منه أهم مكون مخول للحديث في قضايا مصيرية لا تعلق مباشر بالشرع وضف نافع هذا التعسف والتحكم العلماني الذي جوز كل الحدود ينبغي أن يوقف وليقفه إلا الشعب المسلم فلا يغلبنكم الفاسدون ومن لا يهمهم دين ولا شريعة على دينكم وشريعة ربكم الصحفي إبراهيم بيدون كتبه والآخر في جدار حسابه على فيسبوك إذا كان أبرز أعضاء المجلس العلمي الأعلى والشخصية العلمية المختارة لإفتاء المغاربة عبر تلفزة ممنوعا من الحديث عن مدونة الأسرة في هذا التلفاز فمن سيتكلم مردفا بطبيعة الحال المجال مفتوح في الأخبار والتغطيات والتقارير الإخبارية وعدد من البرامج لمن يطالبون بالتخلي عن الشريعة الإسلامية كمرجعية لقوانينات المدونة كما أكد في منشوره أن الأمر يحتاج إلى مسيرة مليونية ليعلم أن المغاربة يرفضون المساس بما تبقى من أحكام شرعية في منظومتهم القانونية والمتعلقة بالأسرة الحصن الأخير المستهدف محمد ميم علق بقوله هم يدركون أن الإعلام هو أداة فعالة لإعادة برمجة الشعب وهذا ما حدث طيلة عشرين سنة الماضية قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي